عشر سنوات ومفردة العودة للمسار السياسي تضج مسامع اليمنيين والنتيجة أن البلاد دخلت في سلسلة لا نهائية من الحروب الداخلية والإقليمية تبدلت أسماء المبعوثين الأمميين وطرق تعاملهم ومناهج تفكيرهم والنتيجة عجزاً يقود إلى فشل يقود إلى حالة من الجمود التي تستمر فترة ثم تعود الأسطوانة مجدداً للدوران عن أهمية العودة إلى مسار التسوية السياسية في بلد فقدت فيها السياسة ميدانها ورجالاتها وأصبحت مساحة مفتوحة للحرب ولمشاريع الصراع الإقليمية والدولية أكثر من ثلاثة أعوام والمبعوث السويدي في جولات مستمرة بين العواصم العربية والغربية وكل من له تأثير في الأزمة اليمنية لم تسفر حتى الآن عن أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية الصلب والمعقد السؤال عما حمله هانس جروندبرغ في جولة الأخيرة إلى مسقط ثم عدن سؤال مكررة إجابته السابقة واللاحقة أنه أجر العديد من اللقاءات وحاسب قد يقول البعض أن الظرف الدولي والإقليمي يعزز من فرص تحرك جاد أو أن هذه الزيارة هي فرصة أخيرة لمنع تفعيل الخيار العسكري لكنه يظل مجرد قول حتى تأتيه بيينة وشواهد ميدانية ترجح أما الواقع الماثل اليوم أن هناك ما يشبه اتفاقاً ضمنياً بين الأطراف الإقليمية والدولية على إبقاء اليمن في حالة لاحرب واللاسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر